السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا على قناة اللي نتعلم معنا معكم محمد باداوي اليوم إن شاء الله دين نتكلمو على درجة جديد حول لفرب اتر يعني استعمالات متى نتكلمو على مجموعة من الاستعمالات اللي نستعملو فيها هاد الفيديو غادي نتكلمو على الاكساليار اتر قاو معنا ما فيها بس غادي نديرو تصرف في البخيزن كتذكيره فقط جسوي تيى ال ال ان هنا يا هاديك ان هنا هادي ان نعنيو بها نحنوا وهاد ان جموء اه فى كليقوها في بزاف الاستعمالات في حياتنا اليومية. هاد او ديما مي كتصرف مي كتتوضف عفوان بشي جملة ديما كان صرفو موراها ذاك الفعل اللي كي يجي بعدها كان صرفو يعني مثلا ال كملو نصوم وزت ال السان من اهم استعمالة هادا الفعل نجد اول استعمال لفرب اتر كنستعمله لتحديد سارين يصلح او يعمل على تحديد الهوية لنصيناليتي پرمي Nearliest��rat سأدنطيفيه لنصيناليتي ينل جين سي Sa Aleكل جسوي ماروca پا أجزمpl جسوي ماروca أنا مغربي أجزمpl نومر دي تي يل جريا تي يل جريا أنتا جزايري تي يل جريا ماسكل لا دي تي يل جريا تي يل جريا هذه في الفيمينة أنتي جزائرية أنا جسوي ماروكا تي ألجيريان تي ألجيريان يعني أولاً قلنا يعني يعمل على تحديد الجنسية والهوية دوزياما يعني يعمل أو يصلح لتحديد المكان يعني تبغي تحديد المكان ديالك باركزمبل جسوي ماروكا أنا في المغرب دوزيام إكزمبل جسوي أم فرانس واحد الإضافة هنا هنا عنا هذه هنا درنا أماروكا وهنا درنا أم فرانس علاش؟ هذه أم مكان ديره أم ديما كيكون تبحها واحد الفعل كما نقوله مذكر ما شمو الفعل يعفوا اسم مذكر يعني كيكون بعدها دائماً مذكر يعني مسكيلا أما هاد أم تانية هاد أم تانية أم فخانس يعني مؤنة يعني أم كيكون مراها مذكر يعني المسكيلا و أم هادي كيكون مراها الفيمينة لذلك هنا عنا درنا في اللغول أماروك و المثال التالي درنا أم فرانس إخزاب نمبر 3 جسو يأري ستورا هنا يتهيار مذكر جسوي أم رستورا لا تلمس باقبل لرستورا لا تلمس باقبل لرستورا Elle est près de la maison. Elle est près de la maison. Ahmed est devant la porte. Ahmed est devant la porte. Il est Ahmed amama al-babe. Troisièmement, le verbe être sert à identifier la situation familiale. Guna, sert à identifier la situation familiale. Il y a une équipe. Par exemple, elle est mariée. Deuxième exemple, tu es célibataire. Ente azibe. Elle est divorcée. Divorcé, yani mutallique. Selma est veuve. Selma est veuve. Selma, il y a armala. Veuve, yani armala. Ou la gulna, kermudakar, kengul veuve. Quatrièmement, le verbe être sert à indiquer le temps. Quatrièmement, le verbe être ou l'auxiliaire être يصلح لتحديد الوقت ou الزمن. Par exemple, elle est midi. 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 Quatrièmement, le verbe être tendin. أو مؤدب عفوان هي مؤدبة إلي جونتي أنديكي لسيتياشيون بروفيسيونال أنديكي لسيتياشيون بروفيسيونال لذيب أدر أو يعمل على تحديد الوضعية المهنية بار أخصو جسوي مرف tienes أنا أستاذ أنا أستاذ هناك حاول النسائل participar مالذي نسائل الك Patient certeza يعني الملكي aqui now بارro exam أم الأعلى إنه ميزا وجونbit إنه ميزا Troisième exemple Je suis étudiant Je suis étudiant أنا طالب Je suis étudiant Septième mot Indique l'appartenance Indique l'appartenance يعمل على تحديد الملكية Par exemple Ce stylo est à moi Ce stylo est à moi Ce livre est à moi Alors voilà C'est toi C'est l'ici C'est l'ar Claire C'est ce mijn enca Animation Il a terminé Mon dia El est on le C'est une action C'est de la change C'est un malaise C'est un malaise Non de ma parle Juste une illness C'est un malaise يشيئ ما. Par exemple, سي من پر. سي من پر. يناه أبي. أو هادا أبي. سي تن لفر انسيئ. أو Premier exemple اتنا لتقدم ليل كلك. Deuxième exemple ينا سي من پر. أو شخص. Deuxième exemple اتنا للمتال ليلة تقدم كلك شوز. يه سي تن لفر انسيئ. للمتال لفر انسيئ. سي تن لفر انسيئ. هادا لكي تن بو قديم. سي من سي رد اقصليار لفرمي لطن قم بو أو لفرمي لطن قم بو سي رد اقصليار لفر مي لطن قم بوزي أو لفر و با سي يعني يعمل على لك سي لي كمساعدة لتشكيل أزمين المركب في لفر و با سي أو لفر و با سي لفر و با سي لفر و با سي في نبن المعلوم و بني المجهود. ألي بارسي ألي بارسي هو دهبا ألي بارسي ذا لفر بارسيغ ألي بارسي هذا المثال الأول رجعوا المثال الأول إلي بارسيغ يعني غامصرف مساعد أنه هنا راه أكسليير في لفرُ و با سي من طرف القطة. الفأرة من طرف القطة. الى هنا وصلنا الى نهاية هذا المقطع من هذا الدرس. اتمنى ان ينال اعجابكم. نتمنى مع اي حد كي يشوف هذا الفيديو. لا يخلش علينا بالضغط على الزر لايك للفيديو. جيم للفيديو. تحفيزا لنا. ونسلك يشوفوا الفيديو اول مرة يشاركوا في القناة.